وفي الجانب الغربي من ضفة نهر الأردن أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة يوم الحج السنوي إلى المغتص بقداس احتفالي رعاه المطران ياسر العياش النائب البطرياركي للروم الملكين الكاثوليك في القدس بمعاونة عددين من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجموع من المؤمنين المزيد في رسالة بدوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم قد لبستم المسيح هاللويا بمناسبة الحج السنوي للمغتص والذي نظمته بطريكية الروم الكاثوليك في القدس ترأس المطران ياسر العياش النائب البطرياركي العام للروم الكاثوليك في القدس القداس الاحتفالي بعيد الغتاص وبمعاونة الإقونيموس يعقوب أبو سعدة والأب يوليو والأب سهيل فخوري والأب ممدوح أبو سعدة والشمامسة والراهبات وبحضور الجوقة التي أحيت القداس بأصواتها الشجية على دفاف نهر الأردن في الأراضي المقدسة وبحضور مميز من المؤمنين الذين أتوا من مناطق مختلفة ومن رعاية مختلفة لحضور هذا القداس السنوي على دفاف نهر الأردن وبالتزامن مع القداس الاحتفالي من الجانب الأردني حيث صدحت أصوات المعزفات الرائعة من الفرق الكشفية الأردنية في نهر الأردن وفي عدة المتران العياش والذي قال فيها أن مياه نهر الأردن مياه العماد تجدد أرواحنا وحياتنا وقلوبنا وتجدد وتبارك بيوتنا فلما اعتمد يسوع انفتحت السموات وهبط الروح القدس على هيئة حمامة ونزل عليه وسمع صوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت كل عام أنتم بقى الفخير بهاليوم المبارك اللي بنجتمع فيه اليوم أبناء رعيتنا الروم الملكيين الكاتوليك في وراء الشليم في القدس والضفة الغربية في فلسطين هذا حتى لن نحتفل بأيدي الظهور الإلهي الحج المسيحي السنوي اللي اعتدنا أنه يكون هنا بنهر الأردن نتذكر كل الحياة اللي كانت قائمة هون بهالمنطقة هاي بهالنهر المقدس كانوا يجوا يحتجوا يحجوا فيه وكانوا بنفس الوقت يصلوا ويشهدوا الشهادة اللي شهدها يحن المعمدان لسيدنا يسوع المسيح هذا هو حمل الله الرافقة طه العالم هذا هو مخلص العالم كله بيسوع المسيح يكون الخلاص يكون فيه السلام والسعادة أتمنى اليوم بالذات أنه السلام الموجود في نهر الأردن هو يحل على كل شعوب المنطقة على منطقتنا الأردن فلسطين ومع إسرائيل وكل الدول المنطقة الشرق الأوسط سوريا ولبنان ومصر والعراق وكل الدول الشرق الأوسط بدي أهني بالدرجة الأولى أحبائي في المنطقة الشرقية من النهر الأردن أحبائي الأردنيين المسيحيين القاعدين بيحتفلوا اليوم بعيد الظهور الإلهي أيضا فيها الكنيسة ليست بعيدة من هنا هيها عم شايفينها قدامي أشتاق لهم شوق كبير ومحبة كبيرة واعتزاز كبير وبهنيهم بهالعيد اليوم المبارك وبطلب السلام للأردن ولهالمنطقة كلها بهني كل الشعب الأردني بهالعيد المبارك بهني كل شعبنا بفلسطين يا رب السلام امنح بلادنا السلام وليتمجد الرب يسوع شكرا لنور سات اللي دائما بتابعنا بقذاديسنا بسلواتنا باختفالاتنا بشهادتنا للمسيح بحبنا للبشر بخدمتنا للإنسان حتى دائما يعرف الجميع أن الله محبة وهو يحب الجميع نحن اليوم يجينا على نهر الأردن بذكرى الظهور الإلهي في قصة رائعة جدا بحكي بس خرج من الماء انفتحت السماوات يعني السماوات كانت مغلقة يامتنا انغلقت السماوات وقت قطيئة آدم وحوة وطرده من الفردوس هناك اغلقت السماوات بعماد يسوع المسيح رجعت انفتحت السماوات ورجع العلاقة بين الإنسان والله صلحنا مع حاله من خلال ابنه فرائع جدا أن اليوم وإحنا هنا نطلع من هون وبالفعل يكون السماوات بداخل قلوبنا تكون بالفعل من فتحها لنفتح على الجميع وكل عام أنتوا بخير أنتم الذين بالمسيح يعتمت المسيح قد لابستم هالي قوية للنورسات مارلين الحدوى من دفاف نهر الأردن فلسطين ترجمة نانسي قنقر